اتفضل يا ابن عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله واجعلنا للمتقين اماما لا حضرتك حضرتك اللي ابلاه قرأ لنا من اللي ابلاه لو سمحت وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذه لا لا من بداية الاية والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اقرأ الاية اياني ابو العباس وركز فيها كويس انا ما عندي قرآن على حفظ جاي اعتمد ماكو قرآن يمي طب ما تجيب القرآن يا ابو العباس عشان يبقى كويس هذا القرآن راح اجيب آية 74 سورة القرآن وما يكون خاطرة كلها طيب طيب لتدومني من مكان يعني انت المفروض ما تقومش المفروض تجيبها هونت جايس اساسا وبقى جنبك القرآن مؤاني يمي نهج البلاغة ما احتاجت القرآن لالآية حضرتك ذكرتها آية نهج القرآن سورة الفرقان أيها 74 الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا آية ريب يا آية منها الآية 74 وعباد الرحمن الذين والذين آية 74 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم أيكمل هذه اللي كي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغة مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمروا عميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية هنا بعد آية 74 والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما هل من الممكن أن أعدوا هذا الدعاء أنا وأقول يا رب اجعل من ذرياتي قرة أعين لي واجعلهما إئمة سؤل الإمام الصادق عليه السلام عن سؤالك هذا قرأ الآية بعض الصحابة فقال له لقد سألتم الله أمرا عظيما إن هذا أمر عظيم أنا ما سألتك إنه أمر عظيم إنه أمر عظيم الآن هل من الممكن أن أدعو أنا وغيري هذا الدعاء ممكن نعم هل من الممكن أن يستجيب الله عز وجل أو لغيري لا إذن ما فائدة من الدعاء لا يستجيب لك أنا شيخ وليد إذن ما الفائدة لا جوابني لو سمحت إذن ما الفائدة من الدعاء أخي العزيز الله العظيم سبحانه في كتابه يقول دعوني أستجيب لكم اللهم دمر إسرائيل أنا دعوت الله يا باشا أنا لما أقول اللهم دمر اسمعني بس أنا لما أقول اللهم دمر إسرائيل غير ديت ومن الممكن أن الله عز وجل يستجيب فنلاقي دبابة محروقة نلاقي مئة ألف جندي مش عارف مين لا لا ما اتدخل المواضيع في بعضها يا أخوانا وانتو لازم تهربوا لازم تهربوا أنا مو أهرب أخي مو هروب أنا أقول الله يقول ادعوني أستجب لكم اللهم انسف إسرائيل نسفن يا باشا اسمعني بس اسمعني 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 ممكن تسمعني أم أن هناك حكمة ممكن تسمعني ممكن تسمعني أولا لازم تفرق ما بين أشياء هل من الممكن أن الله عز وجل بدعوة إنسان صالح ينفي إسرائيل من على الأرض نعم لا ممكن وممكن لا يبقى الإمكانية موجودة يبقى الإمكانية موجودة خلاص يبقى اتفاقنا الإمكانية موجودة طيب جميل الحمد لله رب العالمين اتفقني معا على شيء الآية دي رجع للآية هل من الممكن أن الله عز وجل يستجيب لأحد منا ويجعله إماما أو يجعل من زريته إماما إذا رأى صفاء سريرته ونيته الصافية ممكن يجعله إماما حلو طيارت اللي اتنشر إمام شكرا لك أبو العباس إبا تعالى بحيطنا ناشفة ترجمة نانسي قنقر